أكد نائب وزير الحج والعمر السعودي عبد الفتاح بن سليمان مشاط إتاحة الحج لستين ألفاً فقط من السعوديين والمقيمين وذلك حرصاً على تطبيق البروتوكولات الصحية من جهته قال وزير الصحة السعودي توفيق ربيعة إن المملكة قامت بإجراءات خاصة لضمان سلامة الحجاج مضيفاً أن السعودية تمتلك خبرات كبيرة للتعامل مع الأوبئة وضمان حالة الحجاج الصحية وبشكل سلس ما هي هذه الإجراءات المتخذة؟ نستمع أولاً إلى ما قاله نائب وزير الحج والعمر السعودي ونعود تم إتاحة الفرصة للحج لهذا العام للمسلمين من داخل المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات ونحن هنا نؤكد على أن الترتيب لهذا الأمر كان من منطلق حرص المملكة العربية السعودية الدائم على صحة الحجاج اتخذت الجهات المختصة أن يكون العدد مقنن على 60 ألف بما يتناسب ويتوافق مع نموذج العمل الذي يحافظ على البروتوكولات الصحية ويتم تطبيقها على أعلى مستوى نناقش هذه الترتيبات مع ضيفنا من الرياض الكاتب والبحث السياسي مبارك العاتي أستاذ مبارك أهلاً بك معنا دائماً في غرفة الأخبار كما تبعنا القرار اتخذ من قبل المملكة قررت قصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة حرصاً على سلامة الحجاج ما هي الشروط الأخرى أيضاً أستاذ مبارك التي وضعت لهذه الغاية أيضاً أسهد الله مساءك سمحتي لي يعني هناك أربع أهداف يجب أن نشير ليها قبل أن ننساه وهي بداية أن المملكة اتخذت هذا القرار وفق قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذه قاعدة الشرعية وحرصت المملكة حقيقة على تحقيق أربع أهداف هامة جداً أولى هذه الأهداف هو حماية حجاج حماية وسلامة حجاج بيت الله الحرام من هذا الوباء الذي أشار خبركم أيضاً إلى المتحورات الخطيرة التي نجمها الأمر الثاني هو حماية المقدسات الإسلامية الأمر الثالث عدم تفشي هذا الوباء في المجتمعات الأخرى خصوصاً اليوم أن نشهد تحورات خطيرة في الهند في الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الدول التي بدأت تتولد في أوروبا أيضاً ولذلك حرصت المملكة أيضاً للهدف الرابع هو عدم تعليق موسم الحج وهو الموسم الثاني الذي يجرى تحت ضغط هذه الجائحة في اعتقادي أن رقم 60 ألف حج فاجأنا كنا نتوقع أن يكون أقل من هذا لكن نظراً لنجاحات المملكة العربية السعودية في سياسة التعامل مع هذه الجائحة أهلة حقيقةً لأن ترفع من هذا الرقم ناهيك عن أن هذا الرقم سيتواكم مع أرقام أخرى للكوادر البشرية الكوادر الأمنية الكوادر الطبية التي ستوفر خدمات لهذه أولاء الحجاج أهم خطوة أكدت عليها وزارة الحج على أن التسجيل للحج هذا العام سيبدأ غداً عبر البواب الإلكترونية الساعة الواحدة ظهراً وأكدت على أن أهلية الحج لا ترتبط بمن يسجل أولاً أبداً فهذه النقطة يتم تلافيها تماماً حتى لا يكون هناك ضغط على أجزة وزارة الحج ولذلك أكدت على أن أهم شرط هو خلو أي حج من أي مرض وهذه نقطة مهمة جداً سواء مرض خفيف أو مرض مزمن الأمر الآخر حددت السن بما بين 18 إلى 65 مع شرط عدم وجود أي أعراض جانبية النقطة الثالثة وهو شرط تلقي الجرعة أو جرعتين أو أن يكون محصناً بالتعافي من الجرعة وهذه نقاط أكدت عليها وزارة الحج وأكدت عليها وزارة الصحة في رأيي أيضاً أن نجاحات وزارة الصحة السعودية في التعامل مع جائحة كورونا أهلتها لأن تتعامل مع مثل هذه الجائحة مع 60 ألف شخص في مساحة ضيقة وفي زمن محدد أيضاً لا يتجاوز السبعة أيام أعذرني على المقاطعة لكن بما أنك ذكرت هذه النجاحات وكان وزير الصحة أيضاً قد أشار إلى الإجراءات الخاصة لضمان سلامة الحشاج كيف يستفاد اليوم من التجارب السابقة أيضاً التي خضتها المملكة لتأمين الحج هذا العام لهذا العدد الذي أشرت أنه ليس بالقليل وقد فجأكم بالفعل من تابع حج العام الماضي ونجاحه في عدم تسجيل أي حالة أعتقد أنه حالة مميزة جداً ونجاح المملكة في إدارة الحشود سنوياً أعتقد أنه يؤهلها أيضاً لأن تطبق تلك التجارب الناجحة على مثل هذا العدد أنا تفاجأت بالعدد لأنه يأتي في ظل هذه الجاحة لكن المملكة تنظم دائماً ما يقارب ثلاثة ملايين حاج إلى ثلاثة ملايين ونصف بمعنى أن النجاحات التاريخية تؤهل حقيقة الأجزاء الحكومية السعودية لأن تدير مثل هذا الرقم الذي يعتبر رقم معقول جداً في ظل هذه الجائحة النقطة المهمة جداً التي يجب أن نشير إليها أن هناك تفاهماً من العالم الإسلامي تمثل في أن بعض الدول أو عدد من الدول علقت حجم واطنها قبل أن تتخذ المملكة مثل هذا القرى وهي نقطة تدل على وعي وعلى تفاهم وعلى خطورة تفشي مثل هذا الوباء في مثل هذا التجمع وهذه تحسب للعديد من الدول الإسلامية أيضاً على سبيل المثال الهند التي شهدت هذه التحورات الخطيرة من جائحة كورونا في ذلك ما يقارب 180 مليون حاج لو وفد منهم أقل حجم ممكن أعتقد أن هذا سيسمح بتفشي هذا الوباء أو المتحور الخطير منه في هذه الجمع ولذلك كان القرار مرحباً به في كل الدول العالم من منظمة الصحة العالمية العديد من منظمات الإسلامية رحبت بهذا القرار في اعتقادي أننا على مرحلة جديدة من مراحل النجاح التي تخذتها المملكة العرب السعودية للإستعدادات كانت قائمة منذ نهاية موسم الحج العام الماضي رأينا موسم العمر كيف اجتازته المملكة بنجاح استعدادات لصحن الطواف من الآن وهو مهيئ لاستقبال الحج في ظل جائحة كورونا أعتقد أننا سنجتاز هذا الموسم بمشيئة الله وبتوفيقه في ظل وجود توافر لكوادر سعودية مدربة ومهيئة لمثل هذه الظروف الضاقطة شكراً جزيلاً للكتب البحث السياسي مبارك العاتي على المشاركة معنا من الرياض ترجمة نانسي قنقر